بو يا عبال حسن قالت حاضر الشداد بنت كان وضحت بالعظيم الأشد بو يا عبال حسن قالت حاضر الشداد بنت كان وضحت بالعظيم الأشد أحضر أحضر إلي ما بقى لأحد أحضر أحضر إلي ما بقى لأحد لا أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصوم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم شادتي فنفوج فوجاً يا أبا عظيم البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري قتلتكم بطف في أي نفوس ألبستكم أذلاً مدى الأعمار يوم جدات بطف في كل يمين من بني غالب وكل شمال لا تلدها شمية علوية إن تركتم أمية بغراري لا تشقوا لعالي فهر قبوراً لا تشقوا لعالي فهر قبوراً لا تشقوا لعالي فهر قبوراً لعالي فهر قبوراً لا تشقوا لعالي فهر قبوراً يا أري لا تشقوا لعالي فهر قبوراً لا تشقوا لعالي فهر قبوراً يا ري تأطؤ الرؤوس إن رأس حسين رفعته فوق القنى الخطاري أتكوا عن نسائكم أيام كل خدري هذه زينب على الأكواري شأنها الناح ليس تهدأنا عن بكان في العشي والأبكاري عن من أهلها من شيب تلح ليوثل وغا حما تذماري أنا زين باليحشون عني عني سلية المصايب ما سلني أنا تعذبت من زغاية أرسلني أخو يا ما عادتي ما عادتي أقف بديوان بديوان أنا ما أكلمت يا حسين عدوان أنا لما تخدرت مثلي أنا لما تخدرت ما عادنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأش كان مزاجها كافورة الأبرار درجة إيمانية يصل إليها الإنسان سقف عالي درجات يروض الإنسان نفسه حتى يصل إلى درجة الأبرار هي درجة يعبد الله عز وجل عبادة الأحرار لأنه هناك أنواع من العبادة عبادة العبيد عبادة التجار عبادة الأحرار أي العبادة اللي الإنسان يؤدب نفسه يصل إلى درجة من التقى والوراء والوراء يحصل عنده حصانة كاملة من عمل الذنوب أي الدرجة يحصلها أولياء الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو قائد البررة وصل إلى هذه الدرجة العالية عندما قال المولى سلام الله عليه إنما هي نفسي أروضها بالتقوى حتى تأتي آمنة يوم الخوف الأكبر درجة الإنسان خلال العلاقة مع الله عز وجل يوصل إلى هذه الدرجة طبعاً بحاجة إلى رياضة روحية خاصة بحاجة إلى أعمال خلنا نشوف من هم الأبرار شنو الصفات اللي موجودة بالأبرار ينطونهم ثلاثة صفات الصفة الأولى بالأبرار الذين يبرون الآباء والأبناء اثنين الأبرار الذين لا يؤذون الذر ولا يفعلون الضر ثلاثة الأبرار الذين يفعلون الواجبات والمستحبات نسأل الله أن يجعلنا من أولئك هذا اللي يذوق طعم العبادة والطاعة يعرف قيمة الأبرار ثلاثة أمور تتوفر به الأمر الأول يبرون الآباء والأبناء بر الآباء والأبناء وسنعرف الآباء لهم حق علينا كم هي درجة بر الوالدين مع لها حدود يعني قد واحد يسأل إلى أي مستوى أستطيع أن أبر والدين لا حدود لها لأنه بر الوالدين بعد طاعة الله عز وجل الله عز وجل أمرنا بعبادته لأنه لا تجوز العبادة إلا لله العبادة فقط لله وحده لا شريك له بعد العبادة طاعة الوالدين طاعتهم الها درجة لا ما الها درجة لأنه الإحسان إلى الوالدين بأحكام قرآنية هذول حقوبهم ما تنتهي عند حد لأنه ذول السبب الرئيسي في وجودك في الحياة صحيح الله قلقنا بس ذول السبب الرئيسي في وجودنا بالحياة ولذلك ذول البرئ لهم في جنة البرئ لهم صمام أمان لنا البرئ لهم توفيق لا حدود له البرئ لهم القرم من الله عز وجل ولذلك هذا من أعظم التوفيق إن الإنسان يكن بارًا بوالديه دولة أنطيهم وقت خاص أنطيهم خدمة خاصة دولة ورد الحديث عن النبي المصطفى محمد ورد الحلال الجنة تحت أقدام الأمهات تريد الجنة؟ روح خلي خدك على قدميها إياها أي جنة جنة به توفيق به تحتاج شيء إذا موجودين خل يدعو لك يرفعون أيديهم بالدعاء الإمام الحسين سلام الله عليه قال لليلة أم علي الأكبر سلام الله عليه قال ادعي لابنك فإني سمعت النبي يقول إن دعاء الوالدة مستجاب بحق ولدهم دولة أفنوا العمر من أجنة تدري إيش قد يوصل بيهم الحالة أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للإمام الحسن بني حسن حسبتك جزئي بل حسبتك كلي وكأن الموت إذا أتاك أتاني دولة القرم منهم القرم من الله عز وجل ولذلك بحاجة إلى توفيق من يتوفق لهذه الأبرار صاحب درجة الإيمان العالية يكون بارا بوالده توفيق أنت تدري دولة أملهم بالحياة أنت الصير حملتك هذه الأم ومرت بك أدوار دور الأيام الأيام الأولى يقال لها أيام الوحام آي المرأة أتحس بالغثيان ما تشتهي الأكل الطعام معنوسة في بطنها حملة لأن هذه الأم يوم من الأيام أحلى أجمل شيء أعظم شيء أن يقال لها أمة ثم كبرت بين أحشائها صبحت كبير أثقلت عليها الحياة تدريش السومية هذه هاي تشاركها بكل شيء أنت تنمو على اليمن على دمها على لحمها على عظامها إذا كبرت آي أصبح الثقل كبير في رحمها رحمها تمنحها لذيذ الرقاء تتقلب يمين شمال وجاءت لحظات الولادة وهي أعسر لحظات القرآن يقول حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرة ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرة إجيت للحياة برعم تتلاقفك الأيدي تأخذ لك شهور ما تعرف النوم لأنه وليد جديد غريب علي الحياة يستغرب من الحياة الأم والأب قاعدين وياك شهور انت تدري هاي الأم تأنس بقاذورات ابنه اش قد بيقاذورات يكبر يمرض يثمرضون قبله يصاب بشيء هم يصابون قبله على أي حال دولا توفيق إنسان يتوفق بالبر لوالديه هذا حسد التوفيق بر الوالدين يبخل عليهم شوفه يكبر على أي حال إذا خوش آدمي يجي إلهم يطيب خواطرهم بعضهم لا والله تسمع من عنده الكلمة النابية تسمع صوته يرتفع أعلى من صوتهم تسمع متمرض عليهم يزورهم بالمادري إيش بالقطارخ مشغول تعسى لك ولشغلك ولعملك لك دولا التوفيق بيهم دولا انت تدري دولا كبرون ويعيشون خصوصا لو يموت واحد من عدهم لو يبقون هذا يبقى عايش وحده بالبيت هذا ينتظر يجتمعون عنده يشوفهم أحفاده أبناء يأنس دولا يبخلون عليه بالمجيد ما يجوا على أي حال بر الوالدين هذا يقال لهم درجة الأبرار اثنيين الذين يبرون الآباء والأبناء بر الأبناء شنو عرفنا الآباء والأمهات لكن بر الأبناء شنو البر بالأبناء طبعا دول الأبناء بحاجة إلى بر شنو برهم دولا دولا أربيهم تربية صحيح مسألة مسألة مو مسألة أنا عندي كذا ولد المسألة مو الكام المسألة الكيف دولا شون أربيهم هذا شلون أصنع لي شخصية دولا بحاجة إلى سهر المسألة مثل ما أربي وأعطي ماديا لابد أن أعطي عقيدة لابد أن أعطي دين مو أدلله متهاي الدلال بعض الأوقات يتلف الإبن يتلفهم يتقرب علي لا تصور تطيس هاي الهائل من العاطفة تلفته النبي صلى الله عليه وآله يقول أخشو شنو فإن الترف يذهب النعم هذا ابنك علمه علم عقيدة علم دين مو يبقى ما يعرف كل شيء تواضع إليه عيش همومه اعتبر نفسك صديق إليه جابر ابن عبد الله الأنصاري جابر الصحابي الجليل رضوان الله عليه صاحب النبي يقول يوم من الأيام صار عندي شغل مع النبي المصطفى محمد الله يقول اضطريت عندي شغل كن أروح أشرف المخلوقات يقول أذنوا لي دخلت وجدت النبي يزحف على يديه ورجليه خير من وطأ الحصة وقد أركب الحسن والحسين على ظهره يقول جابر وجدت النبي يزحف والحسن والحسين على ظهره وينادي النبي نعم المركب مركبكم ونعم الراكبان هما يقول والحسن والحسين يضحكون على ظهر جده من النبي يقول جابر أنا اندهلت أشرف المخلوق أعظم مخلوق هكذا يفعل مع الحسن والحسين يقول دخلت سلمت عليه أرد علي السلام وهو بتلك الحالة يقول عند ذلك التفت إلي النبي وهو بتلك الحالة قال جابر قلت له نعم فداك جابر يا رسول الله قال هل لك صبي عندك صبي أبناء قلت له نعم يا رسول الله قال يا جابر من كان له صبي فليتصاب له من كان له صبي فليتصاب له حسن والحسين أعم إمامان قاما أو قعدا جدهم أشرف المخلوقات لكن يعلمنا معلم البشرية كيف الرب أبناء كثير من عندنا ما يمر البيت صبح بالدوام يأتي منك تعبان يتغدى نام طلع ما يرجع دولة من يربيهم الأم بيش مطلوبة أنت مسؤوليتك الشرعية أنت المسؤول أي الأم هو مسؤولية أنت مسؤول عن ابنك أنت تقعد يمه أنت تتفقد أنت أن دولة أمانة عندك أي الأمانة كنت تؤديها بالشكل الصحيح لن تخلى عن الأمانة طرح أخلي بعلمك ما يجونا ملائكة ينزلون من السماء يربونا أولادنا أنت تعال ربي اليوم تعالت ربي اليوم اللي أصمحت التربية من أعقد المعقدات تدري الآن ما خلي لك تليفونياً أنت تتفقد ومشتري لسيارة من هذه الممتازة ومهيتها بالشارع ونرى ما يفعله بالشارع أي شيء أنت تحتاج إلى تربية إلى اهتمام إلى توجيه إلى مراقبة يلا أقدر أربي لي ولد صالح ذو لا بحاجة إلى تعب بحاجة إلى عناء بحاجة إلى أساس قوي إما أتركهم ذولة الأم سؤولة لهم هم موظفة وهم تجي تعبانة من يربي الأبناء ذولة الله وكيلك يربيهم الأنترنت والإنحراف هذا الآن هالكبرى الآن أطي تليفون يعرف البرامج والمصائب والشيطنة أكثر من ما أدري إيه ولذلك ذولة بحاجة إلى بر وإلا لا أكون سبب في إنحراف إيم عندي كذا ولد ذولة أولادكم ربايين ذولة شنو درجة إيمانهم شنو درجة دينهم السوية لهم كثير من عندنا وين رايح للمسجد وين رايح للحسينية دولة أبناءك من أولهم دولة أولى بالتربية أولى من كل شيء النبي ينادي الله الله في بيوتكم هذا بيتك خيركم خيركم لعيالي وأنا خيركم لعيالي عيال الرجل وسراءه طيهم وقت من وقتك قابله شوفهم وراقبهم راعيهم دول فذولة درجة الأولى الذين يبرون الآباء والأبناء دولة درجة الأبرار أثنية الأبرار الذين لا يأذون الذر ولا يفعلون الذر لا يأذون الذر 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 ليس علم الذر هذا اللي وصل إلى العلم الذر أصغر الديدان أكو ذبابة صغيرة أجلكم الله هذا يسمون الهمج الرعاع أمير المؤمنين سلام الله عليه يعبر عنهم الهمج الرعاع ذولة الهمج الرعاع ذباب صغير وين يصير على أنوف الحيوانات مجموعة هذا يتحرك الحركة مالته حركة غوغائية بلا ترتيح ذولة يسمونهم همج رعاع ذولة أصغر هاي الديدان يسمون ذر الذين لا يأذون الذر أصغر الحشرات ولا يفعلون الذر لا يضر لواحد ولا يأذي لأصغر حشرة يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه سيد الأبرار قائد البررة والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما في أفلاكها شنو؟ على أن أظلم نملة في جلب شعيرة وفيه غضب لله ما فعلت هذا البر أي الدرجة العالية من البر من التقى لا يأذون الذر ولا يفعلون الذر ما يضر لواحد لا حتى لو إنسان أضرك شنو تدعو ليه بالهداية شنو تصور النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة عشر سنة يرجع رجلاه يشخبان دمًا عبيطة يواجهونه بالحجارة يرفع يديه بالدعاء اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون أي عظيم يرجمون أي القدوة ولكن في رسول الله اسوة حسن أي القدوة هذا المثل الأعلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يجي لواحد يقل لي أنا لا أبايعك ولا أصلي وراك ولا أقاتل معك وأنت كذا وكذا ومالك الأشتروية مالك إلى جنبي على مالك حطيد على سيفه يقل لي بايع ثم يلتفت إليه أميري يقل لي اتركه يا مالك يوم من الأيام سلام الله عليه يصلم مسجد الكوفة صلاة الفجر علي هذا المسجد المبارك هذا المسجد اللي ندخل إليه ينفتح قلبه أينما تدخل تجد أثر أمير المؤمنين في هذا المسجد المبارك هذا المسجد يكفيه فخرا إن أمير المؤمنين كتب فيه نهج البلاء ولذلك هذا المسجد الشريف يجي الإمام زين العابدين من المدينة إلى هذا المسجد حتى يصلي فيه ركعته عظيم هذا المسجد المبارك على أي حال يصلي صلاة الفجر إلى دكة يسمونها دكة القضاء مكان يقعد يقضي بين الناس مشاكل الناس يحلها علي ابن أبي طالب يقلس وهو حلال المشاكل بأبي أبي أبي ثم بعد ذلك يدخل إلى سوق الكوفة يدخل يأمر الناس بالعاد بالإنصاب وين يقعد؟ يجلس عند صاحبه ميثب التمار ميثم شي بيع شي سوي هذا ميثم باع التمر ميثم تمار بيع التمر يقعد عند أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد ذلك يشتري منه التمر وهو خليفه وهو الإمام المعصوم وهو الذي يمثل النبي في الأرض وعلي يرجع شايل التمر بإيده نسواقه بإيده تلقونا الشرطة سيدي نحمل عنك المتاع يلتفت إليهم شوف الحياة تواضع الحياة كم عظيم وعلي تتبارك به الملائكة يقلوا نحمل عنك المتاع يقلهم لا صاحب الشيء أحق بحمله صاحب الشيء أحق بحمله وعلي وعلي خليفه صاحب الشيء أحق بحمله يوصل البيتة أيام صيف وأيام قيض وحر يقول جلس يستريح طرق عليه الباب قرج وإذا هي امرأة ما عندك أمت الله قالت له أبا الحسين زوجها أخرجها من البيت وقسم ثلاثة مرات ألا تعود إجت لأمير المؤمنين أيام حر يخليل قطيف على رأسه من شدة الحر قلها أمت الله اذهبي إليه قل لي لبعثني إليك عبد الله علي بن أبي طالب قالت له سيدي أبا الحسن والله لا يرضاه إلا أن تذهب معي صعلي إبن أبي طالب سلام الله عليه يودي بيثم التمار يودي مالك الأشتار يودي له شرطة لكن وين وصل علي إبن أبي طالب بهالتواضع الذي لا حدود له علي خليفة قائد جيش بيد إمكانيات يودي شرطة وياها لا إلا أن تذهب معي قال إنا لله وإنا إليه راجعون وضع سيف في رقبته ووضع القطيف على رأسه وتوجه مع المرأة هذا زوجه طبعا أمير المؤمنين ما معروف قبل الناس يعلمون إذا سمعوا بعلي عند ذلك تنادت العرب بعلي بطل الإسلام الخالد أمير المؤمنين علي لكن اللي ما شايفه كثير الناس ما شايفينه ماكو وسيله رؤيا إلا بالعين المجرد هذا الزوج هي ما شايف أمير المؤمنين خلال الناس ما تجي يصلك إلى ما يجون بس يعرف علي ابن أبي طالب عند ذلك إجا الإمام طرق الباب خرج الزوج التفت إلى زوجته قالها أواجئتي برجل معك والله لا تدخلين إلى البيت الإمام قل له قل له يا عبد الله ادخلها إلى بيتها أنا جاي وياها على رواية يقول هذا إجا حطي دب صدر علي ابن أبي طالب ودفع الإمام دزه اشتصور علي ابن أبي طالب هذا العملاق هذا البطل العظيم هذا الذي قام الإسلام بسيف علي ما قام الإسلام إلا بسيف علي يقول دز الإمام الإمام همس في أذنه قال يا عبد الله إن الذي يكلمك عبد الله علي ابن أبي طالب يقول هذا ما إن سمع باسم علي التفت إلى زوجته قالها ادخلي إلى البيت والله لأكونن خادم بين يديك لأن الذي جاء بك سيدي ومولاي علي ابن أبي طالب والله لأكونن خادم والله لأكونن خادم والله لأكونن خادم قال سيدي إلى الله وإليك المعذرة والله ما عرفتك إنك علي ابن أبي طالب الإمام التفت إليه التفت إلى زوجته قال أمت الله أطيعيه أصلح الله بينكم جعل الله بينكم المودة والرحمة أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي كان يقابل بها الموقف يقابل بمنتهى الإحسان والإكرام لذلك الأبرار الذين لا يأذون الذر كان أما سلام الله عليهم أكو رواية بالكرم يأتون بالخبز يفتون إلى النمل هذا كرم هذا عطاء ما يأذي لا يأذي الذر ولا يفعل الذر ما يضر لإنسان إذا ما ينفع الناس خير الناس من نفع عنه اللي تجد لك إنسان ممدوح معروف على ألسنة الناس بيش لأنه ينفع الناس بيش ينفعهم ينفعهم بالكلمة الطيبة شفت لك أكو ثنين بياناتهم قطيعة ادلوا بدلوك لظلت تفرج عليهم أكو قطيعة بياناتهم أكو سوء تفاهم بياناتهم روح أجل أصلح بينهم النبي يقول صلى الله عليه وآله أصلاح ذات البين خير من عامة الصوم والصلة شفت لك اثنين مختلفين لا تستأنس بالقطيعة لا، انت روح سوء الله بياناتهم خلاف قرب بين القلوب المتباعدة بأجرها بثوابها شفت لك واحد يريد أن يتزوج اسعى أفضل الأعمال تجمع بين الرأسين أدعم المبارك شفت واحد محتاج انت ما عندك مرة تقول أنا ما عندي واحد معوز وروح اسعى لها بالخير انت صاحب جاه وجه إلك احترام عند الناس اسعى جيب له عنطي اقضي حاجته نفس كرباته اسعى لها بالخير شفت لك واحد يتيم الله موسى عليك مما أكثر الأيتام وهذا عمل الأبرار الحمد لله بهذا البلد الكريم بالكويت من نعم الله عز وجل هذا البلد يكفل آلاف عشرات الالوف من الأيتام ولذلك هذه النعمة الكبيرة بعض العوائل يكفلون لعله عائلة يكفلون لهم عشر أيتام أي نعمة أي من أعظم النعم التي يعبر النبي في قوله صلى الله عليه وآله من أعال يتيما ضمنته له على الله الجنة أي النعمة الكبيرة أعرف لي أحد الأخوة مؤسسة مال أيتام لعله عدهم أكثر من خمسين ألف يتيم أي نعمة كلها من بركاتها البلد الكريم البلد أسأل الله أن يحفظه ويديم عليه التوفيق ويحفظها الوجوه الطيبة وجوه الإيمان الوجوه المحسنة الله يديم عليها القير على أية حر أساعد عنطي من هالبركات أنفس كربة المهبوم أقضي حوائج أسعى في قضاء حوائج المؤمنين دولة عمل بر ثلاثة الأبرار الذين يفعلون الواجبات والمستحبة شوف الإنسان البر التقي الذي يؤد الصلاة في وقتها كثير من المؤمنين الأبرار قبل الصلاة هو مستعد للصلاة يروح للمسجد أو اتخذ له في بيته مسجدة استعيد قبل الآذان يتوضى يتهيئ يقبل إلى الله عز وجل من يقبل إلى الله الله يقبل عليه انت اقبل إلى الله الله عز وجل يعطيك الحديث عبده ادنوا إلي شبرا ادنوا إليك باعة انت تعالي الله الله عز وجل يعطيك بلا حدود ولذلك الصلاة علامة الإنسان المؤمن إذا صار وقت الصلاة نهض لصلاته قام لصلاته استعد للصلاة الصلاة عز وجل ينادي النبي المصطفى محمد عندما يأتي وقت الصلاة الآذان ينادي أرحنا يا بلا أذن ليش حتى نلتقي مع الله عز وجل وهذا أعظم اللقاء أن ألتقي مع الله الحياة كلها آلام مملوء مشاكل متى أرتاح عندما ألتقي مع الله اسمع الإمام زين العابدين سلام الله عليه المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله نادى الإمام شهد لحمي وعظمي وشعري ودمي أن لا إله إلا الله ولذلك عندما يأتي وقت الصلاة يستعد الإنسان المؤمن أهل البر المن إلى الصلاة باللقاء بالله عز وجل وهو أعظم اللقاء يفعلون الواجبات ويفعلون المستحبات المستحبات كذلك يفعلونهم صلاة أحدى وخمسين ركعة هذه النوافل يؤديها الإنسان مرة يؤديها جالس مرة يؤديها واقفة أي أعمال لولا علامات أهل البر كثير من الناس إذا جاء وقت الصلاة ضيع الوقت والله وين أنا بالدواء والله أنا وين بالسوق لما أرجع للبيض وشني يعني وجبت عليك الصلاة بالبيض منت وجبت عليك الصلاة أينما كنت بيوت الله موجودة في كل أرض توجه إلى المسجد وصله ولذلك أبو الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشورة أشد الساعات الساعات التي كانت بآلامها على الحسين أي ساعات صار وقت صلاة الظهر والبقية اللي كانوا مع الحسين مذخنين بالجراح حرب دماء إجى واحد للإمام قال له سيدي قد دخل وقت الصلاة شون هذا أي درجة من البر إجى للإمام فالتفت إليه الإمام قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين واحد من أصحاب الإمام قال له سيدي الآن مو وقت صلاة حر نحن قاعد نقاتل الآن وضعنا مو معروف ذول ما بيهم رحمه ذول الشيطان ختم على قلوبهم أنساهم ذكر الله ذول ما رح يتركونا حتى لو نقف للصلاة قال الإمام أوليس نقاتلهم من أجل الصلاة هذا قتال نوياهم أما تعلم إنه من أجل الصلاة عند ذلك هذا واحد يقال له عمر بن قرض الأنصاري هذا كان من أصحاب الإمام وقف أمام الحسين عندما وقف يصلي يقول وقف من يتق السهام بجسمه أنيئاً إلى هذا الشأن التوفيق وقف يتق السهام بجسمه درع إلى أن تهى الحسين من صلاته هذا الرجل خر إلى الأرض صريعة قال له سيدي وفي فقال له الإمام شعطاه الحسين بدم فاتيح جنة قال له أنت أمامي في الجنة هذا عند أخوه وإي عمر بن سعدي وقال له علي بن قرض الأنصاري أخو هذا فلما سمع بأخيه استشهد وقف أمام مخيم الحسين قال يا حسين غررت بأخيه فقتلته شون خطاب سيدي شون أخلاق هذا يخاطب سيد الشهداء فسأل الحسين قال من هذا قال له له سيدي هذا علي بن قرض الأنصاري فالتفت إليه الإمام قال إن الله هداه وأضلك أنت صاحب الظلال ولذلك وقف الحسين يقول حميد إبد مسلي نظرت إليه عندما قتل أهل بيته قتل أصحابه نظرت الحسين وحد على ربط طف هذا حميد ابن مسلم يقول لكن والله شفت الحسين صبت عليه الهموم كالجبال اثقل بالهموم شنو شاف يقول رأيت الحسين أقبلنا إليه بنات رسول الله باقيات صارقات أقبلت إليه سكينة أبه ردنا إلى المدينة التفت إليها بنيتي تعزي بعزاء الله هيهات هيهات يقول نظرت إلى الحسين وقد رأيت الأيتام اجتمعت عليه هذا ينادي عام ذاك ينادي أبه هذا ينادي سيدي العطش العطش شو صور الحالة بالله عليك الحسين شنو من قلب عنده صاحب القلب الكبير يقول التفت الحسين إليهم ودموع جهره على خده يقول التفت الحسين إلى أصحابه إلى أخوته مضرجين على رمضاء كربلة بعد شنو سمع يقول سمعت المنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين هاي البيوت لمن هذه هذه بيوت آل النبي هذه بيوت تعنس بها ملائكة الأرض والسمى يقول عند ذلك رأيت الحسين انقطع إلى الله خلص كل شي قطع انقطع إلى الله شخص السماء ببصره نادى إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراءك فلو قطعتني في الحب أربان لما مال الفعاد إلى أسواك ذاب الحسين بالله نادى من يقدم لي الجواد وأنا بن رسول الله من يقدم لي الجواد وأنا بن أمير المؤمنين وأنا بن فاطمة الزهرة من يقدم للجواد من وجاله أقبلت إليه زينب تقود الجواد غارق بدموعها وقفت أمامي قالت له لمن تنادي قطعت فؤادي ما في الخيام إلا نساءً ولها وعليله أخي ما أجلدني ما أقسى قلبي أي أخت تقدم لشقيقها فرس المنون ولاحماً وكفيله يقول حميد بن مسلم شفت الحسين طلع لبنديل من جيبه مسح على عيني زينب قال لها أخيتي تعزي بي عزاء الله إن أهل العرض يموتون أهل السماء لا يبقون إذا أنا قتلت لا تخمشي علي خده لا تشقي علي جيبه قل أخوي تري أيد تري أيدني أنسى وبطل أن أحوونيني قوي أنت تري أيدني أنسى وبطل أن أحوونيني أخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني أنا أيام لك شنت وياك أنا أغيئك وتناغيني لا أقدر على فراقك ولا تقدر على فرقاي أمر ما فارقية تكبيه تذكر يوم وإحنا صغار من حضن منع الزهرين جوان حادر الكرار وعيني تبحر بوجهك والحجم يأكليه لنهار تقل أخوي تنادي أخوي وما لك معين أين قومك على الغبر يا مطاعي أنا مني أنا أجيب المرتضى مني لا أذكر بالياب شيخ راح توي يا طلبون يا طلبون ثار بدر واحنين أحني ان في الغوف اهو فرد فزعها يا على حسين أنعم جوايا بنيا حسين أما ترى شمر الخنوى دص أطكاء أسر أضلعي فأجابها من فوق شعايا عيقة القناة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطرة إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطرة إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطرة إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا كلنا مضطرون إله اللهم ثبتنا أمتنا على ولاية آل رسول الله ربنا من علينا وعلى مرضانا بالصحة والعافية سيما من سألون الدعاء من عليهم بالعافية ربنا أقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات ربنا آمنا في أوطاننا أجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين الحاضرون والمؤسسون اللهم تقبل أعمالك لأمواتكم لأرواح المؤمنين والمؤمنات سيما إلى روح الخطيب الحسيني المرحوم الشيخ صالح الجزائري اللهم تغمته بواسع رحمتك واسع عليه في دار اللحود ولأمواتكم جميعاً رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات 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 رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات